طبعاً مبارح كلنا تابعنا إصابة نجمنا محمد صلاح في مباراة نهائي بطولة كاسل التحدي الإنجليزي أمام تشيلسي خرج صلاح من الملعب وقلوبنا معاه الحقيقة بعد نصف ساعة من بداية المباراة تقرير المبدئية اللي خرجت من الجهاز الطبي بتقول إنه اشتكى من ألم في عضلة الفاغذ وإن شاء الله يعني يقدر إنه يتعافى منها بسرعة ويقوم بألف سلامة ألف سلامة لمحمد صلاح الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفر بول اتعرض للإصابة مبارح خلال المباراة اللي جمعت ما بين الليفر ويتشيلسي في نهائي بطولة كاسل التحدي الإنجليزي للموسم الحالي خرج صلاح في الدقيقة 32 من المباراة وتم استبداله بشكل اضطراري باللاعب البرتغالي دي جوجوتا التقارير الأولية اللي كتبها الفريق الطبي في جهاز الريتز كشفت إن صلاح اتعرض لألم في الفخد خصوصا إنه اشتكى من ألم في العضلة دي وده اللي دفع الفريق الطبي في الجهاز الفني لنزول الملعب علشان يفحصه بشكل تفصيلي وقالت كمان التقارير إن أثناء تواجد الفريق الطبي على أرض ملعب المباراة صلاح أصر إنه يكمل المباراة لكن الجهاز الفني والطبي رفض بشكل قاطع وحذروا من العواقب والنتائج اللي ممكن تترتب على إسراره وهنا صلاح استجاب وقرر يخرج من أرض ملعب المباراة إصابة صلاح جت قبل أسبوعين من المباراة النهائية لمسابق الدور الأبطال قدام ريال مادريد الأسباني في باريس خصوصا أن صلاح نفسه بيتمنى يلعب واجهة رد الاعتبار قدام النادي الملكي بعد خروجه من المباراة الشهيرة اللي اتصاد فيها بسبب العقلة الشهيرة من المدافع السابق لريال سيرجيو راموس في نهاية نسخة 2018 طبعا التقارير فكرنا بما حدث في عام 2018 وأن صلاح كان مستني مباراة النهائية وإن شاء الله بإذن الله هيلحقها عشان مباراة رد اعتبار بالنسبة لمحمد صلاح وكان دي مجموعة من التصريحات اللي كلها حماس الحقيقي وكان مستعد كل استعداد لهذه المباراة للسفات الأسبوعين إن شاء الله يلحقوا تكون الإصابة بسيطة